السلام عليكم أعزاء الطلبة هنيئا لكم بالنجاح في مصاركم الدراسي المكلل بالحصول على شهادة البكالوريا وبما أن هذا النجاح هو نقطة الوصل بين التعليم الثانوي والتعليم العالي تعمد الأسرة الجامعية على التعريف بفرع اللغة الروسية بما أنكم جدد في هذا الميدان وذلك لتسهيل اختياراتكم تندرج اللغة الروسية ضمن قسم من الأقسام الأربعة لكلية اللغات الأجنبية لجامعة وهران إتنان ألا وهو قسم اللغة الألمانية والروسية تدرس اللغة الروسية بنظام LMD بأطواره الثلاث ألا وهي في الطور الأول تخصص واحد وهو لسانس أكاديمي في اللغة الروسية حيث يتوجب على الطالب الحصول على رسيد 180 في مدة 3 سنوات وكحد أقصى 5 سنوات ينقسم هذا الطور إلى 6 فصول دراسية كل فصل رسيده 30 الطور الثاني ماستر في الطور الثاني تخصص واحد وهو ماستر أكاديمي في علوم اللغة بحيث يكون رسيده 120 في مدة سنتين وكحد أقصى 3 سنوات وينقسم إلى 4 فصول دراسية أما الطور الثالث والأخير دكتوراه فالعرف من أهم شروط الالتحاق به تحصل الطالب على شهادة الماستر علاوة على نجاحه في مسابقة الامتحان الكتابي لشهادة الدكتوراه رسيده 180 في مدة 3 سنوات مع إمكانية التمديد سنة أو إثنتين بشكل استثنائي من قبل رئيس المؤسسة بناء على اقتراح من المشرف على الأطروحة وبموافقة اللجنة العلمية تقبل الأطروحة على أساس حصول الطالب على 180 نقطة خلال مصاره أي 100 نقطة على الأطروحة 30 نقطة على التدريب في السنة الأولى 50 نقطة كحد أدنى للنشاط العلمي إن أهمية تعلم اللغات الأجنبية كان وسيظل دائما وسيلة لنقل المعرفة في جميع محاورها نهيك عن زيادة التواصل وتعزيز الحياة المهنية وتنمية القدرات العقلية واكتساب العديد من المهارات إضافة إلى تعميق الارتباط بالثقافات الأخرى وفي الأخير أكرانيا بيلاروسيا كازاخستان جرغستان لاتفيا إستونيا وليتوانيا والجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيدي سابقا علاوة على ذلك هي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة تنتمي اللغة الروسية إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية وهي واحدة من اللغات أسلافية الشرقية تدرس اللغة الروسية في مدارس وجامعات العديد من البلدان العالم بما فيها الجامعة الجزائرية فما هي شروط التسجيل في التخصص لغة الروسية الشرط الأول وهو أن يكون الطالب متحصلا على شهادة البكالوريا الشرط الثاني تكون الأولوية الأولى للطلب المتحصلين على البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية ثم تليها شعبة الأداب والفلسفة الشرط الثالث الأولوية الثانية للشعب المتبقية الشرط الرابع معتل القبول يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا ما هي أهم المواد التي تدرس في الشعبة اللغة الروسية التعبير الكتابي وفيه يتعلم الطالب طريقة الكتابة من الحروف الأبجدية والكلمات وغيرها التعبير الشفوي وفيه يتعلم الطالب الكلام باللغة الروسية القواعد النحو والصرف فيه يتعلم الطالب قواعد التحويل والتصريف إلى آخره علم الصوتيات وفيه يتعلم الطالب الطريقة الصحيحة لنطق وإخراج الحروف النصوص الأدبية وفيه يتعرف على الأدباء والشعراء الروس المعروفين في هذا المجال الحضارة وفيه يتطرق الطالب إلى الحضارة الروسية منذ بداية نشأتها إلى الوقت الراهن وفي اللسانيات يدرس نشأة اللغة الروسية وفي مادة دراسة النص يقوم بتقسيم النصوص ودراستها دراسة معمقة لفهم فحواها بشكل أفضل ما هي النتيجة المرجوة من تعلم اللغة الروسية كلغة أجنبية الإتقان الكامل للغة الروسية من الناحية الصوتية اكتساب مهارة القراءة الكتابة السمع والكلام باللغة الروسية تعلم ثقافة وحضارة بلد يختلف تماما عن حضارة وتقافة بلدنا ما هي مجالات العمل المتاحة بعد نهاية التكوين التدريس في الجامعة الصحافة الترجمة الأدبية التقنية والعلمية العلوم والاتصالات التربية والتعليم الخاص السلك الدبلوماسي والسلك العسكري السلام عليكم معكم الطالبة جرموني مريم طالبة سنة أولى ماصر لغة روسية كما تمنيت أن يكون عددنا كبير في اللغة الروسية لأنها لغة جد جد هائلة وجد سهلة التوفيق لكل طالب في اللغة الروسية نحب هذا التخصص ونطقه للحصول على أعلى العلامات فيه وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا في الإلمان بالمعلومات في هذا التقديم وساعدنا الطالب في تحديد اختيارات مصاره الجامعي تمنياتنا لأعزائنا الطلبة بمشوار مكلل بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر